استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المؤقر بقصر الإقضابية صباح اليوم الأدميرال كيفين دونغين قائد القوات المركزية الأمريكية وذلك بمناسبة زيارته للبلاد وخلال اللقاء استذكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مسار علاقات التعاون والصداقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وتطورها عبر التاريخ وأكد سموه بأن العلاقات البحرينية الأمريكية متجذرة والتعاون بينهما ممتد الأفق لمختلف المجالات بما فيها العسكرية والدفاعية مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على تنمية هذه العلاقات والارتقاء بمجالات التعاون الثنائي بين البلدين وقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع قائد القوات المركزية الأمريكية تطورات الأوضاع ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية حيث أكد سموه أن التعاون للوصول إلى الاستقرار المنشود في المنطقة يجب أن يحظى بكل الإسناد والدعم فالنتائج الإيجابية لرخاء المنطقة واستقرارها يعود نفعه على الجميع مشيرا سموه إلى أن أمل شعوب المنطقة بأن يكون هذا المكان من العالم الأفضل للعيش من حيث أجواء الأمن والاستقرار والتنمية والتطور لافتا سموه إلى أن بعض الدول وصلت إلى أوضاع إنسانية تستدعي التعامل مع مسببات ما آلت إليه بصورة فورية فقد أصبحت في فوضى وانفلات أمني جعلها بيئة طاردة حتى لشعوبها التي صارت تعاني من الهجرة والتشرد منوها سموه بالدور الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول الحليفة والصتيقة في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب وخدمة قضايا السلام العالمي من جانبه أشاد قائد القوات المركزية الأمريكية بالتطور الذي حققته مملكة البحرين في مختلف المجالات التنموية وأعرب عن الاعتزاز لما تبديه مملكة البحرين من تعاون مع المجتمع الدولي في تعزيز فرص الأمن والاستقرار اشتركوا في القناة